اشتركوا في القناة احنا لازم نفرز الجليس اللي بنعيش معه وفيه جليس مليان خبث بينتشر قوي وبقى جزء من حياتنا دلوقتي ان احنا نتعامل نعرف نتعامل ازاي مع هذا الجليس الجليس ده هو جليس الاشاعات عارفين الجليس ده وهو جليس الاشاعات ده دلوقتي ما بقاش بقى بيجن على فترات قليلة الجليس ده انا بقولكم بقى جزء من المهارات الاجتماعية للناس ان هم يتعاملوا مع هذا الجليس اللي هو جليس الاشاعات لانه اصبح منتشر واصبح تجارة كمان واصبح لقمة سائغة يستخدمها كل من اراد ان يخلي الناس زي الخاتم في الصبع ولذلك هي مش بعض الاوقات بنلاقي شوية اشاعات تظهر وتفضل فترة ثم تختفي لكن ايه اللي حاصل وبتظهر اشاعات تانية مكانها وباية الاشاعات مالية الدنيا كلها حوالينا وعشان كده نحن النهاردة عايزين نعرف ازاي نتعامل مع الاشاعات عشان لو ما تعاملناش مع الاشاعات تعامل رشيد الاشاعات دي هتلتهم القيم اللي في قلوبنا وفيه ناس كتيرة بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع الاشاعات اصبحوا موسوسين زاد القلق عندهم اصبحوا في حالة اضطراب شديدة من كتر الاشاعات فيه ناس كتيرة عرفها ما بقيتش تحب تتفتح التليفون من كتر الاشاعات اللي هي بتشوفها فيه صفحات السوشيال ميديا عشان كده الاشاعات مش بس الاشاعات المضرة بس هي الاشاعات اللي بتكون على الاشخاص بل ممكن تكون الاشاعات كمان بتهدد حياتنا كلنا لما تكون عن المجتمع او عن الوطن كل اكتر حاجة ممكن تموت الاشاعة حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الاول بيقول كفى بالامر اسما ان يحدث بكل ما سمع يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيخلي الشخص اللي يتكلم بكل حاجة بيسمعه والناس فاكر انه معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحدث بكل ما سمع يعني ان هو يحدث باللي سمعه لا ممكن برضو هو يحدث يعني يكتب باللي اراه يعني ايه يعني معنى الحديث ده يعني كفى بالمرء اسما أن ينشر ما وصل إليه يعني أي حية وصلت لك يكفيك اسما أن كل حية وصلت لك تنشرها ده اسم آه ليه طيب اسم ليه قالك لأنك أحد الكاذبين في حديث يوضح الكلام ده وحظة النبي خلاه في حاجة مهمة جدا وهي رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث يرى وفي رواية أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكذابين يعني ايه يعني أن انت تنقل رواية أو أنك انت تنقل حاجة وانت ما تثبتش منها أنت محل الكاذب وأنت تمارس الكاذب ولذلك ما ينفعش أن واحدين الحاجة من غير ما يتثبت يبقى الحديث الأول كفى بالمرء اسما أن يحدث بكل ما سمع حديث الثاني أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في حاجات ما تعنكش لكن أنت بتستمر تبحث عنها وتمشي وراها وهي لا تعنيك فإيه اللي حاصل فتوصل لك أخبار والناس بقى اللي بتجارة بقى الإشاعات دايماً الناس تتكلم على دلوقتي على تجارة الترندات لكن الأهم من تجارة الترندات خلينا أقول لكم والله بصدق الأهم من تجارة الترندات دلوقتي هي تجارة الإشاعات في ناس بيشتغلوا ولقمة عيشهم أنا آسف يعني لو كنت بقول لقمة عيشهم وإن كان من الصح أن الواحد يتقال على ممرسة وشغلانة حرام يتقال عليها لقمة عيش شغلانتهم هي الكذب اللي هم بيسموه إشاعات من أكتر الإشاعات اللي ممكن تنتشر بين الناس الإشاعات المتعلقة بالأعراض تخيل يعني واحد بيتاجر في الأعراض بالإشاعات فلان كان على علاقة بفلانة ده فلان بتحب فلانة وتخيل بيحصل كده أنا فكرة مش لازم يكون بكلامي ده وقت على المشاهير يعني نحن نتكلم عن الناس بينهم وبين بعضهم كمان لأن اللي بيتربع على الإشاعات من هو صغير بيبقى إشعانج كبير يعني بيشتغل في الإشاعات بقى وعشان يطلع جيش من أصحاب الإشاعات في حياتنا وأنا أقول لكم أن أسوأ شيء خل أن أسوأ شيء عمله التدين المتوحش والمتطرفين أنه خل عودوا الناس على أن هم يستمرئوا الإشاعات ده فلان ولا عزو بالله ممكن يكون بيشرب ده فلان والله ممكن يكون الحال اللي هو فيها دي عشان أكل حرام إشعاه والإشعاعات تنتشر ويتكلموا في عرض الناس من التوسق ولما تجي تبقش فيش واحد من دولة من الكذبين دولة أو من أهل الشر دول يقول لكم ما هو اللي عمل كده هو اللي فتح بابل إيه؟ بابل أكذب على نفسه وبعدين من أقوى الأشياء اللي بيعتمد عليها الناس في الكذب وفي ترويج الإشاعات ما هو ما فيش دخان من غير نار لا هو كان فيه نار والدخان ده أنت اللي صنعته فأنت كذاب والكذب يهدي إلى الفغور مش حضرت النبي اللي قال كده وعشان كده تلاقي بقى إشعاعات الأعراض دي بتجري وتمشي في الناس كأن الناس عايزة ترمي أعراض بعضها وعايزة تخلي الناس كأنها مش مستورة بستر الله سبحانه وتعالى والناس بقى تحب ترمي ودنها بقى للأخبار دي وتسمع ولا حد فيهم راضي يسمع لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة هو حابب أن الفاحشة تشيع في الذين أمن وحتى الآي دي لها ذكرى بتدمي القلوب إن هذه الآية نزلت في الذين تكلموا في حادث الإفك تكلموا في عرض ستنا ونرعي لنا أمنا السيدة عائشة إيه اللي حصل؟ وتبقى الذكرى المؤلمة فينا في إشاعة الفاحشة في الذين أمن تعالى شوف كده هو لو حصل إن الكلام عن عرض حد تعالى المسألة بقى الترند وهنا يلتقي الشيطانين الشيطان الترند والشيطان الإشاعات ده كمان اللي بيروج الشائعات على أعراض المسلمين والعياذ بالله ملعون زي إبليس تمام الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إذا نفس العذاب نفس العذاب عذاب هناك قريم وإن عذاب عظيم لأن الشيطان دايما هو اللي بينشر الشر هو اللي بيفرح بالشر هو اللي بيفرح إن الناس تكل بعضها هو اللي بيفرح إن الناس تعري بعضها وهو اللي بيحب الافتراء والطعن في الأعراض بس إحنا لازم نلتفت لأن يمكن علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من كل كلمة بنتكلمها علشان ما نكونش أداني نشر الشائعات وإن إحنا نكتر الكذب والأوهم في حياة الناس وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار سبعين خريفة وعشان كده من ضمن الحاجات اللي بتكتر الشائعات برضو وتخليها موجودة بكسرة في حياتنا وكمان ممكن واحد فينا ما يكونش أخد باله إنه بيساعد في كسرتها ونشرها إنه يحكي كل حاجة اسمعها وعشان كده زي ما قلنا حديث رسول الله سلم اللي احنا تكلمنا فيه على إن كفى بالمرئ إثمان أن يحدث بكل ما سمع لكن لما يقابلك حديث رسول الله سلم إن المجالس بالأمانات تعرف إن فيه خيانة للأمانة لما تحدث بكل ما تسمع فمنفعش تنقل كل كلمة وموقف حصل قدامك وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيكرر علينا إنه كفى بالمرئ إثمان أن يحدث بكل ما سمع لما بنتكلم عن الشائعات على طول بيجي في بلدنا في عقلنا قولوا تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ندم الندم يوجع لقلوب الصحية بس لكن في ناس قلوبها ماتت فالشائع بالنسبة له غذاء غذاء يومي متع بيعملها كل يوم أنا عايز أقول لكم حاجة في حكمة مهمة أوي من وجد نفسه وينقل شائع بغير وجع أو ندم فليعلم أن هذا من موات القلوب القلوب الحية مش ممكن تنقل الإشاعة لكن القلب الميت يمو ينقل الإشاعة بدم بارد ويسيب التثبت اللي ربنا أمروا به فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وفيه فرق ما بين الجهل والجهالة أنت إنسان مش حليم وإنت إنسان مش محترم لما تيجي تنقل الإشاعة وعشان كده التثبت منهج رباني في أنك تموت الإشاعة موت الإشاعة عندك عشان تاخذ سواب ماذا السطر على المسلمين وليس معنى السطر على المسلمين أنهم كانوا بيعملوا حق غلط وكانوا حقهم الفضيحة فأنت سطرت عليهم لا السطر معنى أن أنت ما تتكلمش في عرض حد وعشان كده تثبت منهج رباني في أنك تموت الإشاعة عندك وما تكملش الإشاعة طريقها لكن أنت تاخذ سواب أن أنت أمطت الأذى عن طريق الناس وأزلت عن الناس الوصمة والعار في ناس أنا عارفهم وممتهم وشغلانتهم أنهم يصيروا الفتن ويبسوا الإشاعات خصوصا في زمن السوشيال ميديا فهو من وراء الشاشة هو بيكتب على الكيبورد يطلع يطلع أربع خمس إشاعات في ديئة واحدة وينشرها وعيزود ده الشير من غير تثبت ولا تحقق علشان كده بنقول التعامل مع الشائعات في زمن السوشيال ميديا بقى محتاج يقظة ووعي خلينا أقول لكم حاجة زي ما فيه سوء للشائعات لازم يبقى فيه عين يقظة لازم نكون كلنا ندخل في قوله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم والنار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله لازم كلنا نبقى العين اللي بتحرص في سبيل الله بتحرص ايه؟ بتحرص الناس من هجمات ومن شياطين الانس اللي بيروجوا الإشعاعات فعشان كده لازم عيننا تحرص في سبيل الله يعني ايه عيننا تحرص في سبيل الله ندعو الناس للتثبت ونمنع الأخبار انها تنتشر من خلالنا وعشان كده محتاجين نحذر كل الناس من انها تندرج في هذه المشاركة في الوحلة ان المشاركة في الإشعاعات ما هي الا محاولة لطمس الحقيقة وتضيع الحق بين الناس وعشان كده التقريب اللي طالع من مجلس الوزر في سنة 21 بيقول ان هي السنة الاكثر شائعات بمعدل وصل الى 23% من اللي بيتنشر كماليان إشعاعات وده بيخلي فيه مسئولية على الأهل والأسرة انهم يربوا أولادهم على الوعي المستمر في انهم يتأكدوا من أخبار ويتثبتوا منها قبل نشرها عارفين المشكلة اللي بيننشر الإشعاعات دي وخاصة على واقع التواصل الاجتماعي بيبقى ايه؟ بيبقى عقله خفيف عقله عقل للأسف عقله هش يمكن التلاعب به المرة دي جات إشاعة في عرض حد طب لو جات إشاعة في قيمة من القيم اللي عنده انتو مش متصورين الإشاعات ممكن توصل الناس ازاي إلى التشكك في قيمها وأخلاقها وزي الإشاعات دي اللي بيستخدمها حتى أهل الشر ممكن توصل الناس للإلحاد الناس ويبتروج الإشاعات بتفتكر بس أن الإشاعة هو كذب في معلومة لا الإشاعة مش كذب في معلومة لتعويض الناس على التخلي عن القيم ومن الحاجات اللي ممكن تقلل للشائعات عندنا إن احنا ناخد المعلومة من مصدر موسوق فيه من مصدر صحيح الفيس والمواقع اللي مش معروفة دي ما ينفعش نعتمد عليها أبداً الاعتماد عليها هو مشاركة في الكذب أيوة مشاركة في الكذب وتخلي الموقع دوت ليه قيمة زي ما بتخلي الصفحات اللي بتعمل الأخبار دي والإشاعات دي لها قيمة لما بتزود انت المشاهدات عليها وبتزود عليها كمان إن هي تكون بتعمل تريند وتتشهر الصفحات دي لازم نخلي بالنا وخاصة في الأخبار اللي بتهمنا كلنا الأخبار اللي بتهمنا كلنا مسئولية إن إحنا عينينا تكون يقظة وبتحرص في سبيل الله سواء كانت في الاقتصاد أو كانت في المجتمع خلي بالك إن ممكن تسمع الشائعة بودانك أو تشوفها غصباً عنك أو الناس كلها بتقول إن هي بتلاقي المعلومة قدامهم وإن هما ما لهمش يد في ده كلنا بنتكلم عنها وده ربما بيجي لأذننا غصباً عننا يبقى خلاص ما نتكلمش عنها نتوقف ولابد إن إحنا نمشي بخطوات دقيقة في التعامل مع ده لإن إحنا لو عملناش كده هنبص لقي أقول لكم ما إيه لا يحصل هنبص لقي حياتنا كلها إشاعات وعشان كده خلي بالكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخة الله يهو بيها في النار سبعين خريفة عايزين نبتدي نبتدي من النهاردة إن إحنا ما نشيرش حاجة غير وإحنا متأكدين منها أول إجراء ما تشيرش حاجة أيا كانت الحاجة دي غير وإنت متأكد منها طب ليه أقول لك حاجة علشانك أنت الأول علشانك أن أنت تتعلم أن الحق والحقيقة قيمتين أساسيتين في حياتك عشان ما تجيش في يوم من الأيام تتحول إلى أنك أنت إنسان كل حياتك عبارة عن أخبار تفهى وأخبار مش مهمة وأخبار كلها حرائق وأخبار كلها أكاذيب وتيجي بعد كده تدور على اليقين ما تلاقيش يقين تدور على الثبات ما تلاقيش ثبات تذكر إن الله سبحانه وتعالى بيثبت الذين أمنوا بالقول الثابت القول الثابت ممكن يكون معناها القول الذي تم إثباته القول الذي تم التبين فيه مش الله سبحانه وتعالى من بيثبت العبد المؤمن بإشاعة ربنا سبحانه وتعالى بيثبت العبد المؤمن بالقول الثابت فأنت لازم يكون قولك ثابت لازم تكون متبين لازم تكون متحقق الأمر الثاني الإجراء الثاني إن إحنا لازم نتعاون أي حد بينشر خبر كاذب بيهدد حياتنا وخاصة حياتنا الاقتصادية وحياتنا المجتمعية لازم كلنا نبلغ عنه لازم نتبلغ عنه حتى نبلغ عنه الفيسبوك نبلغ عنه في كل مكان ممكن نتبلغ عنه فيه ليه؟ عشان كلنا حراس المجتمع هو الحراس عليه مش بس القوات المسلحة لكن المجتمع الحراس عليه كل ولاد المجتمع ده المجتمع كلنا في حالة حراسة للمجتمع المجتمع ما بقاش مستحمل إن حد يزود إشاعة اقتصادية ولا يزود إشاعة اجتماعية احنا احنا فيه فترة حرجة محتاجة فينا الكلمة الصادقة اللي تثبت الناس مش الكلمة الكاذبة اللي تهدد الناس احنا كمان محتاجين كمان إن احنا خلي أولادنا يتواصفوا ما بينهم بإن هما يقولوا كلام الصح بلاش لعبة نقل الأخبار الكاذبة تعالوا نتفق على إن احنا ما عندناش فكرة إن يبقى فيه كذبة في يوم من الأيام ولا إن احنا نحتفل بشهر من الشهور بكذبة خلونا نعلم الناس إن احنا لو نحتفل نحتفل بالصدق شجعوا أولادكم إن هما لما تكلهم خبر ويتثبتوا منهم فكفؤوهم على ده عشان يتعلموا التثبت في كل شيء وحاولوا تعلموا أولادكم إن هما ما ينقلوش أي أخبار حتى لو كانت في بيتكم نفسه حتى لو كانت في أسولتكم كل ما نقدر نعمل الكلام ده كل ما نكون في يد واحدة أمام الإشاعات هنكون كلنا بنيان مرصوص وحصن وبركة وحفظ على مجتمعنا وعلى بيوتنا ما تفتكرش إن الإشاعة بس هي موجودة على السوشيال ميديا الإشاعة موجودة في بيتك إما هتسمح لبيتك إنه هو يحترق أو هتاخد مدد ربنا وتحط قلبك مع قلب أخوك وتصونه البيت وتصونه الوطن وتصونه المجتمع من كل إشاعة ممكن تقلمنا وتوجعنا مش بس النهاردة لمدة طويلة في حياتنا ونتحمل إسمها وإسم من عمل بها يا رب جعلنا من أهل الخير وجعلنا دايما حصن لبيوتنا ومجتمعنا ضد كل نار تشعلها الإشاعات بعد الفاصل أنتقل بحضراتكم عشان نجيب على أسئلاتكم من وسائلتنا على صفحتنا على فيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على فيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المبركة واللي بتفضل جسر بيننا وبينكم وبتفتح لنا مجالس العلم وتخلينا في نور هذه المجالس مذكورين عند الرحمن سبحانه وتعالى بالبركة والنور والعلم والإقبال على الله أول سؤال في حلقتنا النهاردة وصلنا بيقول ما حكم أن تغرب بحثا عن الرزق وتأخر عن بيته فترة طويلة وما الفترة التي لا يأسم عليها بالنسبة لرعايته لأولاده وامهم دي فتنة كبيرة بتحصل كتير أول أول إيه هي الفتنة دي اللي أنا بسميها فتنة الاختراب وجدنا ورصدت أنا في في الإرشاد الزواجي كتير من المشاكل بتبني على فكرة الاختراب دي رصدا ما بقاش الاختراب المجتمع لا الاختراب المتفرق في نوعين من الاختراب الاختراب المجتمع يعني كلهم راحوا لغربة يعني إيه الأسرة كلها اغتربت مع بعض بيبقى عندهم مشاكل إيه المشاكل لو أن الزوجين مش جاهزين للغربة وبتبقى الأسرة في الغربة زي الوطن فالأسرة في الغربة ووطن فإذا كان الشخص مش مستعد لهذا الدور أن يبقى أسرته هو بالنسبة لهم كل حياتهم وكل الأسرة بالنسبة لبعض وكل حياتهم إلى أصدقاء لأنه هايقوم بدور الأصدقاء هايقوم بدور العائلة هايقوم بدور كمان الزملاء هايقوم بدور بأدوار كتيرة جدا كل واحد فيهم هايقوم بالأدوار دي مع أولاده صحيح هايلاقيوا ناس بس مش بالضرورة أن هم يستطيعوا أن هم يندمجوا الاندماج اللي هو متناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم فلازم هم يتحولوا كأنهم وطن لبعض الاغتراب المتفرق بقى أن يبقى فيه الأب في مكان والأسرة في مكان أو بعض الأولاد مع الأب وبعض الأولاد مع الأم واما في مكانين وده بقى مشكلته مشكلة ضخمة شوية زي الحالة اللي احنا عندنا دلوقتي زي السؤال اللي عندنا ده السؤال اللي عندنا ده تقول لغربة دي بتعمل إيه بتعمل وكأن البيت مقسوم كأن البيت مشتور وساعات الزوج لما بيسافر حتى لو هو بتواصل طول الوقت معهم حتى لو هو عايش معهم عن طريق السوشال ميديا عن طريق ومعهم طول الوقت هو الوجود الفيزيائي ده بيأثر تأثير كبير في إشعار الأولاد بالأمان فبتقوم الزوجة في الغالب بتقوم الزوجة بدور الأب والأم فأكبر أكبر فتنة بتحصل بها هو استرداد الدور لما يرجع الزوج من السفر وهو عايز يسترد دوره كزوج من امرأة قامت بدور الأب والأم فيحصل النزاع في حد يقول ده ممكن يكون نطجين وما يحصلش ده آه بس دي بالرصد كده ولاي الأول اللي بيحصل ده فدي أول ساعتنا بتحصل ده يمثلت إن استرداد دور الأبوة هو بيجي إيه ساب أولاده ساعات ساب أولاده سنة واثنين وثلاثة بيرجع له أولاده وتخرجوا من جامعة فهتسترد دور إيه فأنت لازم توجد شكل جديد للإعلاقة بينك وبين أولادك لازم تتحول من هنا إلى مستشار فيحبوك في هذا الدور لكن أوعى تحاول إن أنت ترجع لأيام والليالي والسنين فترجع تقول لهم أنا هربيكم من جديد دي كارسة مش هيحصل مش هيحصل بفكرة إن أنت تربيه من جديد وعشان كده أنت بتقول لي إيه الفترة اللي ممكن أعود فيها سيدنا عمر اجتهد ووصل بسؤاله لبناته إيه أكتر مدة ممكن تسبر فيها المرأة على فراق زوجها فكانت ستة أشهر يعني إذا كنت أنت معنا ستة أشهر معناها إن دي أكتر مدة وهو هيرجع يقعد معاه يقيم معاه لكن فكرة إنه ستة أشهر وقعت على تذكرة وجيلك مش هو دات الدور اللي عايز يغترب لازم يعمل حياة يسمى إدارة الغربة لو ما قدرش الغربة فهو آثم ليه لأنه بيعرض أولاده لمحن محن كتيرة ففي حياة يسمى إدارة الاختراب إيه إدارة الاختراب إنه هو يستخدم الوسائل ببزل مجهود كبير وبكفاءة إنه هو يكون موجود يبقى موجود بطريقة أكتر بالتواصل معاهم لكنه طبعا هو بيقترب عشان يجمع الفلوس زي ما في السؤال هنا بحسن عن الرزق فميبقاش فاضي فيمر عليه اليوم والاتنين والتلاتة ويمكن الأسبوع ويمكن الشهر وهو فيه حد من أولاده ما سمعش يصوته ولا تكلم معه ولا عرف أحواله إيه بيكون ساعتها الولد ده أو البنت دي بتتسول الاحتواء من مصادر أخرى لأن فيه احتواء مش ممكن يقوم بيه غير الرجل في الأسرة فعشان كده احنا فيه خطأ آه فيه خطأ هنا لازم مسألة تدار وانا حاسس في السؤال هنا ان هو ايه ان احنا هنا في فتنة ايه في فتنة الاخترار فانت سألتني على المدة انا جوابت على المدة بس الأهم المدة هو الإصلاح انا رسمت لك بعض الايه بعض الملامح للإصلاح وتذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعن وكلكم مسؤولن عن رعيتي الرجل راعن ومسؤولن عن رعيتي فانت راعي ولازم تصلح ما فسد من حدم ادارة الاختراب السؤال الثاني بيقول تم طلاقي من زوجي وانا حامل في الشهر الثاني وانفصلت في منزل قمت بتأجيره لانه رفض توفير منزل لي انا وابني وبشتغل وابني معايا ومتكفلة بنفسي بشكل كامل كتير بفكر ليه كل ده بالرغم من مساعدتي دي طول سنوات زواجنا في سداد ديونه كلها ومجرد ما طلبت ان فلوسنا تتفصل عن بعض ابتدى يتغير ومع الوقت بقى بيتدايق من شغلي وبيطلبني أسيبه لانه ما كنتش مطمئنة لي رفضت أسيب شغلي وترتب على ده انه طردني من البيت وانا حامل في شهرين وطلقني غيابي اعمل ايه احنا تم احنا تم الطلاق خلاص انت بتقولي تم طلاقي من زوجي لو كان الطلاق ده تم فانت لازم تاخد فترة تتعاملي مع ان الطلاق ده امر حقيقي ما تنكرهوش يعني ايه ما تنكرهوش تتعاملي على انك انت مطلق يعني ايه تبتدي فعلا يبقى برنامج حياتك انك مطلق عشان ما يحصلش ايه ما يحصلش ان انت تفظلي تعملي ايه تلاحقي زوجك تلاحقي مطلقك فلما تلاحقيه هو يبتعد اكتر لكن انت محتاجة تلات حاجات قلتلي اعمل ايه محتاجة تلات حاجات ان تغيري برنامجك الى برنامج المطلق الرشيدة ايه برنامج المطلق الرشيدة ده ان انت تتقبل الطلاق وتعملي برنامج حياتك على أن أنت بتراعي ابنك بمفردك وبعائلتك لا عن طريق شريك للحياة تبدأ يعمل إيه هاي خريجي تعمل الخطوة الثانية اللي أنا طلبها من حضرتك أن تعيد تقييم تقييم قدراتك على إنشاء أسر سواء هترجع لزوجك هترجع لمطلقك أو أنك هتستمري في الانفصال وقد ترزقي بزواج جديد يبقى أنت لازم الأول خالص تتقبلي هذا الطلاق وتنفز بالنامج حياتك على هذا الأساس وبعد كده تبتدي تعملي مراجعة لنفسك إيه اللي حصل وتشوفي إيه الأخطاء اللي أنت وقعت فيها باعتبارك أم والأخطاء اللي أنت وقعت فيها باعتبارك زوجك وتبتدي في فترة النقاها دي تعملي بقى الخطوة الثالثة اللي هي إيه تتدربي وتاخدي مهارات على ده يعني أنا في رأيي وده بانصح بيه كتير من الناس اللي بيحصل لهم الطلاق إن في الفترة اللي بيبقى فيها الانفصال دي سواء هترجع لزوجك أو هتتزوجي زواج تاني أو هتستمري احتمال إن أنت تكون محتاجة إن أنت تتعلمي بعض المهارات الزواجية وبعض المهارات التي تتعلق بالأمومة فأنت محتاجة تتدربي وتغيري من شخصيتك الثالث حاجات دولة أظن هم أفضل حاجة ممكن تعمليها في الفترة دي أول حاجة تتقبلي فكرة الطلاق تاني حاجة تقومي بمراجعة نفسك تالت حاجة تتدربي حتى لو إنك أنت عايزة ترجع لزوجك ده وهو طلب منك الرجوع روح تدربي في دورات المقبلة على الزواج لأن في أوقات كتيرها بنلاقي إنهم ما تطلقوا لأنهم ما كانوش عارفين يعني إيه جواس فتروح تتدرب على ده أو تتدرب كمان على أدوار في التربية وتنشغل بتربية ابنها وتحسين مستوها المهن ساعتها حياتها تتغير جدا 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 سألتيني عامل إيه؟ وجاوبتك أنت طبع طلبة مني أن أنا أعمل إيه عشان أخلي قلبه يملي لا مش نصيحتي دي خالص نصيحتي أن أنت تشتغلي على أنك أنت تحسني من نفسك لأن ده يصلك كتير حاجات كتير في حياتك السؤال اللي بعد كده بيقول أنا بصلي بس بعد كده بسيب الصلاة تاني مش عارف أعمل إيه هنا في شوية إجراءات بنجاوب فيها في السؤال ده أول حاجة أن احنا لازم نفهم حقيقة الصلاة حقيقة الصلاة ليست فعل واجب فقط حقيقة الصلاة هي صلة بين العبد وربي يعني إيه صلة بين العبد وربي؟ يعني أنت في كل صلاة لازم تدخل بمعنى يعلقك بالله سبحانه وتعالى تدخل الصلاة وهي بتجعلك تزداد حبا في الله وأنا بحبث جدا أن المعنى اللي تدخل به للصلاة يكون متعلق بحالتك سعة الصلاة لأن رسول الله قال أرحنا بالصلاة يا بيلان يعني الصلاة ممكن تكون دواء للحالة اللي أنت فيها فمثلا واحد عنده واجع واحد متضايق يدخل على الصلاة على أن الصلاة ماذا؟ لشرح الصدر فيتعامل مع الصلاة على أن هي باب من أبواب شرح الصدر واحد حاسس بضيق الحياة فيدخل على الصلاة بماذا؟ بطلب الفتح وطلب سعة الأرزاق فيدخل على كل صلاة بمعنى من المعاني فتصبح الصلاة بالنسبة له باب مدد كبير وباب سعة كبيرة هو محتاج أنه يعيشه مع الله سبحانه وتعالى يبقى أول خطوة وحضرتك بتصلي صلي مع كل اجعل لكل صلاة معنى هتبص تلاقي حياتك إيه ده؟ ده الصلاة والسعة حياتي تسع جمالة حياتي ولعل ده هو السبب الرئيسي في مسألة إنما الأعمال بالنيات وإن النية ركن من أركان الصلاة ليه النية ركن من أركان الصلاة؟ أنت داخل وإيه مرادك في هذه الصلاة؟ فكون الصلاة تستفتح بالنية وتبتدي النية قبل كل أعمال الصلاة فالنية بتذكرك بماذا؟ بأن يكون الله مقصود الكل وإن أنت يبقى لك مقصد ويبقى لك معنى من المعاني بتتعلق بيه بالله سبحانه وتعالى أظن لو صلينا بهذه الطريقة ستكون الصلاة باب للفتح والنور والبركة في حياتنا وتفضل تترقينا ونخرج من ضيق أنفسنا إلى ساعة رب العالمين سبحانه وتعالى يا سيدة نحن النهاردة تكلمنا عن شيء أنا بعتبره مهارة اجتماعية أساسية وهي إدارة التعامل مع الإشاعات أنا بالضبط أنا بتعامل مع إدارة التعامل مع الإشاعات زي ما بتعامل بالضبط مع إدارة المشكلات في البيوت الإشاعات يا سيدي مش حاجة ممكن تستخبى منها لكن حاجة ممكن يبقى عندك إرادة أن أنت تدير علاقتك بيها في ناس كتيرة بعد ما تدربوا على إدارة التعامل مع الإشاعات بقية الإشاعات ما بيشوفوهاش ما بتمرش عليهم وكأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لقلوبهم حصن من أنه يشاركوا في الأثام أقول لكم حاجة الإشاعات دي قذرات وفي ناس كتيرة عشان جمالهم وعشان وصلهم بالجميل سبحانه وتعالى وعشان طيبتهم اللي جاية من طيب بقاءهم في حضرة مولانا فما بيسمعوش غير كل طيب ربنا جعل عيونهم وجعل أسمعهم وجعل قلوبهم في حصن من أنهم يوقعوا في أوحال الشائعات خليك حارس وخليك عين تبيت تحرص في سبيل الله أحرص بيتك ومجتمعك ووطنك من إشاعة ممكن تهدد أمنك وتهدد إيمانك يا رب جعلنا دايما حصن وحصننا يا مولانا بمددك ورحمتك يا رحيم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين